هدوء بعد جو المكهرب الذي شهده خلال اليومين الأخيرين إذن من ابتداء من يوم السبت حيث توفي ثلاثة من أبناء الولاية رحمهم الله إذن شهدت الولاية حالة من العنف بساحة أو ساحة والنوفمبر والشارع مراكشي أقول وحيم الرادي أقول عودة وكما تشاهدون الآن عودة حركة المرور والهدوء التام إلى الولاية إذن مشاهدين هذه الصور المباشرة التي ينقلها لكم تلفزيون النهار من ولاية غردايا يوحي بعودة هدوء تام إلى الولاية وعودة طبعا حركة مرور عادية جدا مواصلة تقول الآن كما تشاهدون خروج الناس إلى شوارع وسواد حالة من الأمن بعد الاضطرابات التي شهدتها أو التي شهدتها الولاية بعد يومين كاملين ابتداء من يوم السبت طبعا إذن للإشارة مشاهدين في الأسبوع القادم ستشهد نزول الولاية نزول عديد الوزراء إلى غردايا لدراسة أهم مشاريع التنمية في الولاية طبعا بعد لقاء أو حسب ما صرح به وزير الأول بالنيابة نعم بعد لقائه بأعيان ولاية غردايا وشدد الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي على ضرورة تغلب أو تغليب أقول المصلحة العامة ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار هذا وأشهد الوزير الأول بالنيابة بحكمة وعقلانية أعيان ولاية غردايا ترجمة نانسي قنقر